إذن الوصفة اللي غادي نعطيك أختي لهذه المسألة هذي الذي نسمع الكيف ليكل جميع الأخوات التي نورونا كذلك والإخوان فغادي ناخده جوج مع القبار ديال زيت البرتقال جوج مع القبار ديال زيت الخزامة مع القهة كبيرة ديال زيت الورد وهذا الخاليط كامل غادي نخلطوه بربعه ديال مع القبار ديال زبدة الكاريتي بربعه ديال زبدة الكاريتي غادي نحطوهم في حمام مريم حتى يدوبو نخلطوهم يعطيونا خاليط متجانيس ونخليوه يبرد وهذا الكريمة اللي غا نحصلو عليها هاكي باش غا نستعملوها هل تجيرو على المارس ديال زبدة الكاريتي ولا لا؟ غير حمام مريم بحل كتدوب الشكلات حتى يخص الدوب دابل علش كنقولو حمام مريم زبدة كاريتي باش كتدوب بحل الشكلات باش كيمكن يتخلطونا دوك المكوينة بحل الشمع بوالا ايضا مين غا تبرد غا تعطينا واحد الكريمة ايضا غادي يحط الرجيلة جديرو في الماء سخون ليكون سخون مزيان يحطوهم فيه واحد واحد المدة باش يرطابوا شحال دقائبا؟ ايه واحد خمسة دقائق على ما يبرد هذا الماء شو اللي غا يرتب دابل البشرة ديال رجليه؟ ديال رجليه باش يخلي هاد الكريمة تخدم وغادي نشف الرجل ديالو ويدير هاد الكريمة يدهن بها كل ليلة يعني بنفس العملية يدير هاد المسألة هذي ويدهن بذيك الكريمة بواحد المصاج ندير عشرات دقائق في ذيك البلاصة اللي فيها مصمال كيف ومع المدة ان شاء الله غا يبدي رطاب وغا يبدي حييد وما يبقى اشهد المشكلة هذا دكتور الله يجزيك داخل بغيت نسوك حسؤال بسيط نعم بشيط انا عندي الغدة الدرقية ومندي درك العملية دبا يعني في 2018 عبعد يعني فاش درتها دبا الشعب ديالي تتح بزاف درتها دك الخالي الدفل اللي قلتي لها دكتور سنعتك تتقلوا درتهم ولكن رغم ذلك عندي التساقط الشعب وياخد دواك تاخدي دوا ديالك في الوقت ديالو؟ انا قد اعطيني لا داعي لا داعي لديك الاستياء وش الحال كتتاخدي خمسة وش حال كتتاخدي فيه؟ حال كتتاخدي خمسة وثمانين جرام خمسة وثمانين اها لقات عندي الهومونة الطالعين كانت عندي مياه وقد نحت كنت ناخد قبل دارولين نصف العملية في الأول في 2011 والناس الآن دارولي في 2018 كنت يصغي اي ورين وكانت اخرى مكاملا بسانتين درته تفاصل دبا فاش ناخد دوا ديالي كنت تخرج بالخمسين وطلعوا لي للمياه دبا نقطت لي قاتل بزافة الهونات الزاف دبا نامعه بالحجر الصحي كنت نمشي مشيت خرولي الموعيد اكيد اكيد ان شاء الله سبتم وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غديكون خير غير المهم دوا ديالك خودي في الوقت ديالو من جهة اخرى دبا لناس اللي كتكون عندهم الغدة الدرقية كيخص نعطيهم واحد الماسك اللي كيكون فيه الفيتامينات يعني بغد نظر على الماسكات الخرين فغدي تخذي فيه هدي ليك وجميع الاخوات كذلك اللي كيسمعون لنا فهذا ماسك مغدي وماسك اللي كيقوي لنا الشعر ديالنا وكيرجع لنا حيوية الفروة الرأس لان خاصة هاد الحيوية في هاد الفترة هادي اذا غناخدو نص جزارة محكوكة اذا الناس دير خزوة محكوكة وكنناخدو قرعة خضرة قرعة الخضرة اللي فيها مواد جميلة جدا في كسعتنا الحيوية البشرة قرعة خضرة قرعة نحكوها نخلطو هاد المكوينة سادوا كاملين وكندهنو بهادك المادية لهم او هم كناخدوهم هكا كمحكوكين كندهنو بهم جلدة دير شعرنا وشعرنا كنخليهم مدة دير ساعة ومبعد كنوصلو العملية كنديرو جوز المرات في الأسبوع وكندومو عليها دائما حتى كنحسو بالشعر ديالنا وليس كترجع لديك الفيتاليتي يعني ديك الحيوية ديالو كترجع للحالة الطبيعية علش سولتي انزها والسيدات اللي بحال نزها دارو العملية او عندو مشكلة الغودة الدرقية كي ياخدو الدواء هادلو تختمون كيكون افي توليك يخصوم ياخدوه دائما علش سولتي هفوقاش كتاخد دواء واشهنا معنيتو انو هاد دواء هادا بالضبط ديال الغودة الدرقية يخصو يتخاد كل نهار في نفس الوقت اكيد اكيد فهاد مادة لاليفوتيغوكسين اللي هي المادة الاساسية او المادة او الفيتسمية العالمية هي المادة تعويض اللازم لغودة الدرقية والهرمونات ديالغودة الدرقية كي يخصوم يتخدوه في الصباح وكيتفرزو هاداتان الجسم عندو تهوه واحد الساعة بيولوجية الى فيها كيتفرزوو الهرمونات بالفعل ويخصو يتشرب في الصباح ويخصوه في الوقيته لك تشربوه دائما يعني الى كمسيدة كتشربوه مع التمنيا تخصواضب على التمنيا دائما لانا ماشي من نهار التمنيا نهار العشران لا هو ماشي بحل أدوية الخرافة كيمكي يخصد الأدوية ديال الغودة الضرقية وحتى ديال هرمونات كيتخادو في نفس الوقت باش كنديرو الدورة يعني كنديرو داك لوسيكل باش دائما كتكون عندنا ديال 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 إفراز الهرمونات لما حتار مناش على التوقيت نفسه فهذا ربما كي يأتر وكيكون طيراب ديال إفراز الهرمونات لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله